موسيقى نشط الأخبار الرئيسة تاتيكم من قناة الاقتصادية الأولى وهذه أبرز عنوينها مصنع رويبا لجلود ومشتقاته يستقبل جلود الأضاحي ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تهدف إلى استرجاع أزيد من مليوني وحدة من هذه المادة موسيقى جمعية أمان لرعاية ليتم بسجر بولاية تيارة رمز للعمل الخيري والتكفل بالمحتجين في المناسبة الدينكا موسيقى موسيقى وفي روبرتاجي النشرة هواية وتجارة الخيول تنتعش في الولايات السهبية وجبال عمور بأفلو وضوحها موسيقى مشاهدين أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة وإلى اليوم الثاني من يوم أعيد الأضحى الذي يواصل فيه مصنع رويبا للجلود ومشتقاته بالعاصمة استقبال جلود الأضاحي من عدة نقاط ببلديات الولاية من طرف فرق المداومة من أجل فرزها وإعادة استغلالها في الصناعة العملية التي ستتواصل إلى غاية جمع قدر كبير من الجلود صار على لزارة المصنع وعادت لنا بالتالي مع كل بوسم عيد أضحى تستقبل أماكن نفايات أكثر من أربعة ملايين هيدورا على الأقل ترمى بشكل عشوائي زيادة على الآلاف التي ترمى شهريا على مستوى المذابح البلدية وحتى المذابح العشوائية تابعا للسنة الماضية التي حققنا فيها لمستوى رويبا حوالي أكثر من مئة ألف جلدة ننتظر هذه السنة إلى البارحة كنات قريبا أكثر من عشرين ألف جلدة وننتظر تكميلة في هذا اليوم واليوم الثاني والثالث والرابع وحتى الأسبوع المقبل وصول كميات أخرى منتظرة لكي نحقق رقم اللي حققناها سنوات الماضية والاستقبال هذه الثروة القيمة يعمل مصنع الجلود بالويبا على استقبال الجلود والقيام بعمليات الفرز بالتنسيق مع البلديات لوضع حد الفوضى التي تعرفها عمليات أرمي العشوائي لأيام العيدة وهذا يؤكد توجه الجهات الرسمية لتثمين واستغلال هذه الثروة التي ترمى وتوجيهها إلى وحدات الإنتاج والتحويل لتصبح جاهزة حتى للتصدير قارنة بالعام الماضي إن كان تعلم المواطن كيف يتعامل مع هذه الأضحية باتباع القواعد الصحيحة وهي القيم بالصحيح للسلخ تمليح المنطقة اللينة للجلد تجنب استعمال المياه لعدم تعفو القطعة ووضع هذه القطعة في المكان المخصص لها هذا قام بمساعدتنا بالبزاف في العملية الفرز والمتواصلة حد الآن قمنا باستلام هذه القطعة وتتم عملية الفرز وإن شاء الله يكون عندها استغلال جيد مقارنة بالأعوام الماضية حيث يكون هذا الاستغلال لبروديكسون تحها تكون جيدة حتى البروديفيني وإن نقوم استعمالها في الانتاج المحلي والتصدير وإن يكون نصف هذا الانتاج مودها للتصدير هي المادة الجلد النصف المصنع وإن نقوم بها بتصدير للدول الأوروبية وخاصة إيطاليا والبقية الأخرى 50% البقية الأخرى نقوم باستعمالها الانتاج المحلي إعادة بعث هذه الشعبة الصناعية مهمة من خلال توحيد جهود كل المتدخلين في بعث هذه الصناعة لبلوغ مستوى كبير من التنافسية وبالتالي تقليص فاتورة الاستيراد لمواجهة المنافسة الخارجية ولاية والجلفة هي الأخرى شهدت استجابة واسعة لحملة تجميع جلود الأضاحة من طرف سكان الولاية في إطار مساهمتهم الفاعلة لإنجاح الحملة ببعدها الاقتصادي والبيئي وكذا الاجتماعي أمير أمتدش إستجابة واسعة لعملية جمع جلود أضاح العيد بالولاية تبرز زيادة الوعي بأهمية تثمينها كمدخلات أساسية والمساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال استرجاع هذه الطروة وتحويلها لأحد أهم المواد الأولية الموجهة لإنتاج الصوف والجلد الصناعي في البلاد عملية الجماعة شهدت تسهيلات بالنقل القطع من مواقع تم تحديدها مسبقا كما زاد توافد المواطنين نحو مستودع الوحدة الجزائرية للجلود ومشتقاته تحدي استغلال إمكانات الثروة الحيوانية تمت عبر تنظيم حملات تحسيسية وطنية لجمعها وتوجيهها إلى مصانع النسيج وغرس ثقافة الاسترجاع للاستثمار وترقية شعبة الجلود هذا وأكد المدير المركزي المكلف بالذكاء الصناعي بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني مقداد عقون أن الوزارة تطلع خلال هذه الحملة إلى جمع مليوني قطعة جلد حيث تم توفير كل الإمكانات المادية والبشرية على مستوى مختلف البلديات والولايات من أجل القيام بتجميع جلود أضاحي العيد معتبر أن قطاع الجلود قطاع حيوي خلاق للثروة ولمنصب الشغل يهدف للرفع من مستوى مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الخام وصلت نسبة مساهمته إلى 5.7% نبقى دائما في إطار حملة جمع جلود الأضاحي والهدف من بدل كل هذه الجهود لإنجاحها والأهمية التي تكتسيها سواء في بعضها الاقتصادية البيئي وحتى الاجتماعي كل هذا سنتابعه في التقرير لصرع اللالي للفع من القدات الإنتاجية لقطاع النسيج والجلود تم إدراج هذا القطاع ضمن القطاعات التي تولي لها الحكومة الأهمية القصوى وهذا بغرس ثقافة الحفاظ على جلود الأضاحي عند المواطن وأهميتها من الناحية الاقتصادية تتبع الطريقة السليمة في السلخ والنحر تضمن إمكانية الحفاظ على سلامة الجلود والصوف دون ضرر ووضع الملح على الجهة الملساء وطيها ثم وضعها في كيس آمن سيساهم بدور كبير في الحفاظ على هذه الثروة المادية تعد الجلود ثروة مهمة وهي المادة الأولية التي تدفع بعجلة نمو وتطوير قطاع النسيج لسيما في الصناعات النسيجية والحرف التقليدية في موضوع آخر شادت وزارة التجارة وترقية الصدرات في بيان لها بالتزام التجار والمتعاملين الاقتصاديين بنظام المداومة في أول أيام عيد الأضحى فقد التزم 52 ألف و159 تاجراً قاموا أمس بمذاولة نشاطاتهم التجارية مما سهل على المواطنين اقتناء حاجيتهم من مختلف السلع خاصة المواد الوسعة لاستهلاك عبر كامل التراب الوطني فيما لم يتقيد 66 تاجراً بنظام مداومة على المستوى الوطني ولن تكتمل فرحة العيد بدون أن تشاركها كما فعلت جمعية أمان لتكفل بالأيتام بالسجر بولاية تيارت من خلال توزيع 120 أضحية يوم العيد لفائدة هذه الفئة العرش السعداوي وباقي التفاصيل يعد العمل الخيري ركيزة مهمة لتحقيق الترمية الاجتماعي وجمعية أمان لتربية الأيتام بالسجر ولاية تيارت تبدل جهوداً كبيرة في الجانب الاقتصادي لتحقيق أهدافها المسطرة وتحسين أوضاء الفئات المستفدة والمحتاجة بتربية احتياجاتهم وتحقيق الرافة الاجتماعي لديهم وهذا كله يدخل ضمن متطلبات الترمية الاجتماعية يعرف العمل الخيري أو التطوعي بأنه القطاع الثالث الذي يقدم قيمة مضافة في الاقتصاد وعلى سبيل المثال مشروع في جمعية الأمان لعاية تربية ايتام مشروع شتاء دافة في نستطيع أن نقدم أكثر من ألف قفة ثمن أو قيمة القفة يقدر من ثلاث إلى ستلاف دينار جزائري وهذا مبلغ ضخم ككل مناسبة دينية تبادل الجمعية لتقديم المساعدات المادية والمعنوية مناسبة إلى الأفحى المبارك تطعنا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى هذه السنة على توفير 229 أضحية توزع للعائلات المسجلة لدى الجمعية كما تعمل الجمعية على ترمية قدورات الأيتام بدورة تكوينية في جميع المجالات حتى يعتمدوا على أنفسهم لتحقيق مكاسب مادية لأصالهم من خلال التكوين المستمر في جميع التخصصات وفي النقل أعلنت مؤسسة مترو الجزائر اليوم عن برنامج جديد للرحلات ابتداء من الصبت المقبل وبحسب ما جاء في بيان ذات المؤسسة فإن أول رحلة للمترو ستكون على الساعة الخامسة صباحا إلى غاية الحادئة عشر ليلان أما في قطاع الاتصالات ورقمنة الخدمات المالية فقد اثبتت المؤسسات الجزائرية أنها قادرة على تحقيق ريادة تكنولوجية وحققت مكاسب معتبرة بخصوص تسهيل القيام بالعمليات المالية اليومية من المجاعة وباقي التفاصيل تم تسجيل خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية ثلاثة عشر مليون عملية دفع إلكتروني عبر تطبيق بريد موب ويتوقع أن تبلغ 32 مليون عملية مع نهاية سنة 2023 وبارتفاع يتجاوز 65% مقارنة مع السنة الماضية وفي نفس السياق يتوقع حدوث ارتفاع في المبالغ المالية لتطبيق بريد موب ب37% خلال السنة الحالية مقارنة بسنة 2022 وفيما يخص الدفع عبر الواب قدرت عدد العمليات التي تمت بالبطاقة الدهبية خلال السنة الماضية بثلاث ملايين عملية ويتوقع أن تزيد عن سبعة ملايين عملية بنهاية سنة 2023 كما بلغ عدد الحسابات البنكية للسنة الحالية عشرين مليون حساب موطن في البنوك منها 12 مليون حساب ادخار إضافة إلى أكثر من 27 مليون حساب بريد جاري وأكثر من 15 مليون بطاقة بين بنكية هي أرقام تحكس مساعي رقمنة القطاع المالي في الجزائر حيث تم تسجيل ارتفاع في عمليات الدفع بأجهزة الدفع الإلكتروني من 65 ألف عملية خلال سنة 2016 إلى 2.7 مليون عملية سنة 2023 كما سجلت عمليات الدفع عبر الأنترنت ارتفاع من 7300 عملية في 2016 إلى 7 مليون ونصف عملية في جوان 2023 بالإضافة إلى وجود أكثر من 340 تاجر إلكتروني منخارط في نظام الدفع الإلكتروني البين البنكي إن تعميم الدفع والتجارة الإلكترونيين هما من أبرز أهداف مخطط عمل الحكومة وذلك في سبيل تعزيز وتشجيع الاقتصاد الوطنية وتسهيل القيام بالعمليات المالية اليومية للمواطنين وفي أخبارنا الدولية كشفت وزارة التجارة السعودية أنها وفرت خلال الشعائر المقدسة خلال يوم العيد نحو 72 مليون منتج غذائي في مشعر منن و73 منتج في مشعر عرفة ومزدلفة ونحو 72 سلعة تموينية أخرى خلال الشعائر في يوم التروية بينما شهدت أيام شعائر المقدسة وفرة تموينية عالية قدرت بـ 207 مليون منتج حسب وزارة التجارة السعودية وضعت المفوضية الأوروبية القباعد الأساسية لإصدار اليورو الرقمي ليتم قبوله كعملة رسمية في منطقة اليورو بمجاب مقترحا تم تقدمه في بريكسل أمس وجاء في بيان للمفوضية أنه بمجرد موافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على هذا المقترح فسيقوم البنك المركزي بإصدار اليورو الرقمي أميرا مكيدش وباقي تفاصيل توجهات واقتراحات في الاتحاد الأوروبي تسعى لإصدار اليورو رقمي خلال المرحلة المقبلة حيث يرى البنك المركزي الأوروبي أن الاعتماد المتزايد على العمولات الرقمية ولا سيما مع ازدهار تجارة الإلكترونية خيار إضافي سيقدم خدمة عالمية ومجانية بضمانة سلطة العليا الأوروبية ويرى البعض الآخر أنه يهدف إلى إلغاء العملة النقدية والسماح بمراقبة أموال المواطنين من خلال السيطرة على مشترياتهم ومعاملاتهم المالية علاوة على أنه سيواجه منافسة من العمولات المشفرة أو من النسخ الرقمية لعمولات أجنبية أخرى كما تبدي المصاريف مخاوفة من احتمال خسارة عائداتهم وعدم الاستقرار المالي في حال تسجيل سحب الودائع من الحسابات الجارية وتخزينها بالعملات الرقمية الإطار والقانوني لليورو الرقمي يهدف أيضا الحرية للمواطنين ليقرروا الاستفادة من الخدمات المالية سواء باستخدام العمولات الإلكترونية مثل بطاقة الاعتمان وتطبيقات الدفع على الهواتف المحمولة حيث ستكمل العملية الرقمية دورا العملية النقدية ولن تحل محلها حسب مقترحات المفوضية الأوروبية أجمع قادة المصارف المركزية على أن المعركة ضد تضخم لم تنتهي بعد ولن تنتهي قريبا في وقت لم يستبعد رئيس الاحتياط الفيدرالي احتمال وقوع الاقتصاد الأمريكي في ركود وذلك في جلسة حوارية خلال المنتدى المصرفي الذي ينظمه المصرف المركزي الأوروبي في البرتغال من النجاع وباقي التفاصيل بعد أيام قليلة من استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن لإمكانية حدوث أزمة اقتصادية في الولايات المتحدة ها هي الآن تأتي تصريحة رئيس الفيدرالي الأمريكي جيرون باولا ليؤكد على احتمالية وقوع الاقتصاد الأمريكي في ركود وأن معركة التضخم لم تنتهي بعد مؤكدا أن المجلس سيواصل رفع الفائدة لكن بوترة أبطأ للوصول بمعدل التضخم على المدى الطويلة عند الحد المتفق عليه والذي يبلغ 2% نعرف المخاطر التي يفرضها التضخم علينا ونحن ملتزمون لإعادة التضخم إلى 2% هناك بعض التقلبات التي قد تؤثر على تحقيق الهدف وكذلك قد نصل إلى بعض النسب المئوية الجيدة في 2024 و2025 وكان الاحتياط الفيدرالي قد ثبت في اجتماعه الأخير سعر الفائد الرئيسي دون تغيير للمرة الأولى منذ مارس 2022 عند 5.25% تأتي هذه القرارات بعد تباطئ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري حيث شهد نموا بوتيرة جد متذبذبة في الفترات الأخيرة وما زاد الطين بيلا هو سيناريو الإفلاس المتتالي للمصارف الأكثر تأثيرا في اقتصادها انتقدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلونيا السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي مؤكدة أن زيادة معدل الفائدة باستمرار يخاطر بتعريض الاقتصاديات للضرر أكثر من تأثيره على خفض التضخم مما سيجعله علاجا بأعراض جانبية مذرة أكثر منها إفادة على حد تعبيرها ومن المتوقع أن يكون معدل التضخم في إيطاليا قد تراجع إلى 6.8% في شهر جوان بعد أن كان حوالي 8% ويأتي تصرح ميلوني في لحظة حاسمة بالنسبة لإيطاليا بعد ترشيح المسؤول بالبنك المركزي الأوروبي فابيو بانيتا لخلافة إيجناسيو فيسكو في منصب محافظي البنك المركزي الإيطالي حذر الأبو رحي للذكائية للصناعي جيفري هينتون الحكومات على التدخل لضمان ألا تسيطر الآلات على المجتمع بعد فترة وجيزة من إطلاق برنامج الدردشة تشار جي بيتي الذي أسر العالم كما أشار إلى خطر الأخبار المزيفة التي يمكن إنشاؤها بواسطة برامج الروبودات معربا عن أمله في أن يتم وضع علامات على المحتوى الذي تولده برامج الذكاء الاصطناعي كما تضع البنوك المركزية علامات على العمولات النقدية هذا وأعرب هينتون عن قلقه من أن الذكاء الاصطناعي سيعمق عدم المساواة بسبب إلى باعتبار أن المكاسب الهائلة ستذهب إنتاجياتها للأثرياء فقط ونختة ما النشر بروبورتاج حول تجارة الخيول التي تعرف نشاطا عاليا في الولايات السهبية عامة وجبال عمور بأفل وضوحها خاصة عبر إقامة المزادات العلنية الأسبوعية تزامنا وحلول فصل الصيف الروبورتاج لراج سعدة أبيت على أبواب فصل الصيف الذي يشتهر بالمناسبات كالوعدات والأعلاس الشعبية تزدهر هواية اقتناء الخيول لدى الكثيرين في الولايات السهبية وجبال عمور بأفل وضوحها عبر إقامة المزادات العلنية للراغبين بشرائها أسبوعيا عدة عنواع في القيل هنا من العربي العاصيل حتى الفريزو ولا سوام تتخالف كينعود من عشرين من عشر ملايين حتى المية مليون كينعود لدهم كينعود للشهب كينعود لأحمار كل واحد يبقى العود الأصفر كل العود والقيمة التاع كانت شهر الفات شوية سوما بشعر القرام لباس من نوعين تعالى يجاي الأطعام يجاي الوعدات يجاي الركبة الناس يبقوا الخير يشرون في ذا الوقت حيث شهد السوق الأسبوعي للخيول لأفل حضورا كبيرا من عشاق الخيول من مختلف الولايات المجاومة كتيارت والبيض والجلفة وتتراوح أسعارها بين 400 ألف دينار إلى غاية مليون وخمسمائة ألف دينار حسب نوعية الخيول وتتميز المنطقة بأجود الخيول التي تحصلت على جوائز الدوليات العديد من المهرجانات أنا في سوق الخيول نذكر لك الخيول الخيول هنا عدنا الأنواع ثلاثة وأربعة يدخلون من الجلفة يدخلون البيض يدخلون من تير يدخلون من سعيدة يدخلون من الغوار فيه العراب شفال عراب فيه شفال عراب يعني مزدوج بارب عراب الفريز وقليل وخيولنا هنا تمتاز بسرعة والجودة السوما نتعم المبلغ المالي كل فصل وعنده سوما معناها الآن في الصيف عندما تفتح الوعادات على مستوى 24 بلدية بوليه الأقواط أو ببلدية المجاورة الجلفة والبيض وقردية وترتفع السوما تعم كل واحد وكفاه معناها فيها الكلة فيها اللون الأشهب والأبيض والأزرق والأحمر والبرقوقي وعلى حسب النوعية العلو العلو الحصان فيه من 25 إلى 100 مليون هذه بالنسبة لوليه الأقواط وتلقى الخيل في هذه الولايات رواجا كبيرا لكثرة محبها ويزداد الإقبال عليها في فصل الصيف الذي يعد موسما للخيل لكثرة المناسبات الشعبية إذن بهذا روبرتاج نكون قد وصلنا إلى ختم نشرة اليوم وهذا تذكيرا بهم ما جاءكم فيها مصنع رويبة للجلد ومشتقاته يستقبل جلد الضاح ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تهدف إلى استرجاع أزيد من ميلوني واحدة من هذه المادة جمعية أمان برعاية لايتم بالسجر بولاية تيارة رمزون للعمل الخيري والتكفل بالمحتاجين كالمناسبات الدينية تسجيل أزيدا من 13 مليون عملية دفع ألكتروني عبر تطبيق بريدي موب خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2023 وفي روبرتاجيا النشرة تابعتم هواية وتجارة الخيول تنتعش في الولايات الصهبية وجبال عمور بأفلو وضبحها مشاهدين عيد أضحى مبارك في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر